معنا من العاصمة الأوكرانية كيف مرسلنا عامر العروقي ليطلعنا أكثر على واقع الأوضاع الميدانية عامر سواء هجمات أوكرانية تجاه بالقرد أو تصعيد روسيا على أوديسا وعلى المقاطعات على نهر الدانوب نعم عيسى ليلا الجيش الروسي هاجم المناطق الجنوبية باستخدام الطائرات المسيرة حسب ما أعلنت أو أفادت به الدفاعات الجوية تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط 11 طائرة مسيرة من أصل 20 أطلقتها القوات الروسية باتجاه مقاطعتي زبريجيا ومقاطعة أوديسا تمكنت الدفاعات من إسقاط 9 طائرات فوق مقاطعة أوديسا لكن بعض الطائرات وصلت إلى أهدافها مما أحدث ضمار في مخازن الحبوب وأيضا في مجمعات الحبوب على نهر الدانوب وفقا لما أعلنته الإدارة العسكرية والمحلية لهذه المدينة أما فيما يخص مدينة زبريجيا تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط الطائرات المسيرة صباحا هذا اليوم أيضا أعلنت الإدارة العسكرية والمحلية لمدينة خرسون بأن الجيش الروسي أطلق ثلاثة غنابل موجهة على هذه المدينة مما أحدث ضمار في إحدى المدينة المكانية وأدى إلى إصابة ستة أشخاص حسب ما أفادت الإدارة العسكرية والمحلية من منطقة خرسون في المقابل أيضا قال الجيش الأوكراني بأن الجانب الروسي شن هجم ساروخية على مدينة دانيسك مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص حسب ما أعلن الجيش الأوكراني في المناطق الشرقية فيما يخص عيسى الهجوم المضاد في المناطق الجنوبية الجيش الأوكراني ما زال يؤكد تقدمه في بعض المناطق آخر البلدات التي سيطر عليها الجيش الأوكراني كانت بلدة روبوتيني وقبل قليل أيضا أعلن الجيش الأوكراني بأنه يتقدم نحو مدينة نوفا دانيلفكا وهي مدينة تقع في القطاع الجنوبي في مدينة زبريجيا وقال بأنه ما زال يتمركز ويقوم بعمليات تثبيت المواقع أو تمركز المواقع في المناطق الجنوبية خاصة وأنه يتجه نحو مدينتي وهي المدن الاستراتيجية في هذه المنطقة بريديانسكو وميلتوبل فيما يخص الجبهات الشرقية وتحديدا جنوب مدينة باخمود خلال 24 ساعة الماضية قال الجيش الأوكراني بأنه تصدى لثلاثين هجوما شنه الجيش الروسي على المناطق الجنوبية وأيضا قال بأنه نفذ 11 غار هذه الغارات استهدفت نقاط تمركز القوات الروسية على محور الجنوب وأيضا أضاف البيال بأن الجانب الروسي كثف من هجماته الصاروخية على مدينتي أفديفكا وليمان وأيضا كثف القصف على مدينة باخمود والمناطق التي تقع في جنوب هذه المدينة وما زال الجيش الأوكراني يؤكد محاولات الجيش الروسي التقدم في منطقة كوبيانسك والبحث عن ثغرات من الدفاعات الأوكرانية في هذه المنطقة لكن بيان الأركان العامة للقوات الأوكرانية يؤكد بأن كل محاولات الجيش الروسي بيتقدم على صالح القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك وبعض المناطق الأخرى باءت بالفشل وفقا لما يعدينه بيان الأركان العامة للقوات البسلحة الأوكرانية عيسى من العاصمة الأوكرانية كيف مرسلنا عمر العروقي شكرا جزيلا لك